اشتركوا في القناة اكتبوا صفحة 75 صفحة 76 من درس عيسى العوام يحل الطالب تدريبات اكتبوا من درس عيسى العوام يكتب الطالب بخطه الجميل اكتبوا صفحة 75 اعيد كتابة الجمال منتبهة يا ثالث إلى الكلمات الملونة هنا يا ثالث جاءت الكلمة ملونة وهنا جاءت الكلمة يا ثالث ملونة ولكن يا ثالث نريد أن نركز وننتبه إلى الكلمات الملونة جاءت الكلمة الملونة هنا تبدأ بهمسة ماذا يا ثالث هذه؟ بهمسة قطع وهمسة القطع يا ثالث تنطق وتكتب دائما تنطق وتكتب دائما وهنا يا ثالث جاءت همزة وصل وهمسة الوصل يا ثالث تنطق فيه أول الكلام ولا تنطق في وسطه هكذا يا ثالث أنا أركب زيارتي تعال واركب معي همزة قطع همزة وصل أنا ألعب مع أصدقائي تعال والعب معنا أنا أجلس مع الرفاقي تعال واجلس معنا همزة قطع همزة وصل همزة قطع همزة وصل همزة قطع همزة وصل أحسنتم يا مبدعون الأمام ننتقل إلى التدريب الثاني يملأ الفراغ على نمط المثال هنا يا ثالث جاءت مجموعة من الأفعال الماضية واتصلت بها واو الجماعة وألف التفريق للتذكير يا ثالث واو الجماعة تضاف للأفعال دلالة على قيام مجموعة من الأشخاص بالفعل وألف التفريق تأتي في نهاية الفعل تأتي في نهاية الفعل مثل وجد وجدوا باع باع صام صام أقبل أقبل قال قال أحسنتم أحسنتم يا طلاب الأمم أطعوا التاء والهاء في الفراغ ولكن يا ثالث للتذكير قبل بدء بالتدريب التاء التاء يا ثالث تلفظ هاء عند الوقف وتلفظ تاء عند الوصل شاهدت المباراة لفظت هنا هاء شاهدت المباراة على شاشة التلفاز التلفاز إذن يا ثالث هنا لفظت عند الوصل تاء تحافظ رويدة على كتبها لفظت تاء عند الوصل يكره أوسن اللعب بالكرة في الطريق هنا يا ثالث جاءت الهاء والهاء يا ثالث تلفظ عند الوصل والوقف هاء تلفظ الهاء عند الوصل والوقف هاء يكره أوسن اللعب بالكرة في الطريق تحرس زينب على مساعدة المحتاجين هنا جاءت تاء مربوطة أحسنتم يا الرائعين والآن لننتقل إلى تدريب أكتب بخط جميل أنتم يا طلاب الأمم مبدعون عيسى عيسى العوام غواص عربي مسلم نريد أن نكتب هذه الجملة يا ثالث مع مراعاة الكتابة على الصدق ورسم الحروف بالشكل الصحيح والانتباه إلى الحروف المشددة هكذا رائعون عيسى العوام غواص عربي مسلم أدى عيسى الأمانة حيا وميتا هكذا أحسنتم يا طلاب الأمم بارك الله بجهودكم حفظكم الله ورعاكم أحبتي واجب حل تدريبات أكتب صفحة 75 صفحة 76